الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها المشاهدون الأكارم أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام مع حلقة متجددة من برنامجكم واحة الإيمان نلتقي في هذا اليوم الرمضاني الأغر الأبر عنوان حلقتنا بإذن الله عز وجل واستكمال للحلقة الماضية بعنوان المؤمنون حق مع فضيلة الشيخ يحيى لطرش أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم شكرا الله وسعيدكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب مجددا بالحضور الكرام ونسأل الله عز وجل أن نعيننا على نتعاون على البر والتقوى لنعطي للصيام حقه من الصيام والقيام وثمرات الطيبات المرجوة من الشيخ عز وجل لا تقل أهمية عن الأولى إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة والأكارم الإيمان كما أشرنا في البداية هو أجل نعمة على الإطلاق في حياة الإنسان ولذلك استنادا إلى التعريف الذي عطاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير قال علماء العقيدة بأن الإيمان هو إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يعني هذه المتلازمات لابد أن يكمل بعضها بعضا بحيث لا يمكن أن يكون مجرد الإقرار الباطني أو العمل الظاهري لكن لابد منهما معا في القرآن الكريم نجد مثل هذه الإشارات في مثل قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا نجد قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرا يراتوا من أمرهم نجد قول الله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر ذلك خير وأحسن وتويلا إذن لاحظ هذا الربط بين الإيمان وبين الالتزام العملي ولذلك هذا الالتزام يمكن نحوصله في شقين أساسيا شق يتمثل في علاقة المؤمن بالله عز وجل وشق في علاقته بإخوانه فعلى مستوى علاقة المؤمن بالله عز وجل لعل من أوضحها الارتباط بالمساجد والتعلق بها خاصة ونحن في هذا الشهر على الأقل نسجل من وقت الانتلاق الله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولو من آخر وهذا المعنى يشرحه رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما يعمر إذا رأيتم الرجل لا يعتادوا المساجد فاشهدوا له بالإيمان ولذلك من صفات المؤمن أن يجد لذته أن يجد راحته أن يجد طمأننته إنما المؤمنون هكذا الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم ضرجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فلذلك أن يظهر الإيمان في علاقتك بالله عز وجل أشدنا الجوانب ونضيف لهذه التأكيدات بينما الإنسان يستطيع أن يقيس درجة إيمانه من هذا المؤشر مؤشر الانتباط في المساجد رحم الله من التابعين من قال المنافق في المسجد كالطير في القفص تجده في حالة قباض حتى أن بعضهم يدخل مبكرا لكن يجلس قريبا من الباب حتى يخرج سريعا وهذه إشارة سلبية بينما المؤمن يكون حريصا على الصف الأول لو تعلم أمتي ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهموا لذلك هذه إشارة عقدية مهمة جدا تثبت صدق الإيمان في علاقة المؤمن بالله عز وجل إذن شيخنا الكريم نستطيع أن نقول من خلال هذا الكلام أن المؤمن إذا أراد أن يرى أثر الإيمان في قلبه أن يرى نفسه أين يجد نفسه هل يجد نفسه في المساجد هل ينكبوا على قراءة القرآن ونحن في رمضان هل يقعد المؤمن مع الإمام حتى نشوفه ظاهرة الشيخ في رمضان الخروج بعد صلاة العيشان لا يقعدوا الناس مع الإمام حتى ينتهي من تراويح وهذا مشكلة الشيخ فالإنسان الحقيقي يستطيع أن يأخذ مجموعة من مؤشرات ليقس بها درجة إيمانه كما يقس درجة الضغط الدموي غيره فالما القرآن الكريم يقول الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب هو القرآن نفسه الذي يقول وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستمشرون إذن فإذا كان تجد لذتك وراحتك وطمأنينتك عندما تذكروا بالله عز وجل هذه علامة خير وعلامة صدق الإيمان على المستوى والعلاقة الإنسان بالله عز وجل أما سؤالكم الكريم عن الجانب السلوكي فهذا أيضا مهم جدا وإني ألحو لإخواني أن يجتهدوا في أن يظهروا هذا المظهر لأن الإسلام اليوم مبتلى ومتهم بنا نحن القرآن الكريم يقول لنا نربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا علماؤنا يقولون بكيف يكون مؤمنوا فتنة عندما يسلكوا سلوكات سلبية منفرة مرهبة يعني للإسلام فالإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محامين يحسن العرض فلذلك نحن نعتبر كمحامين لهذا الدين لابد أن نحسن عرضها للإسلام بشكل نغري بشكل يستقطب الآخر ولا ينفره من هذا الدين الحديث عن السلوكات تعطي كإشارات وقد قال الله عز وجل عن النبي الكريم قال ولو كنت فضا غليظا قلبي لنفض من حولك هذا جانب سلوكي يعني رائع إذا أراد الإنسان أن يختم الإيمان بهذه الطريقة وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المربي هو الذي يعلمنا آداب الأخلاق فنحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب الجانب السلوكي تحقيقا لمبدأ الإيمان الحقيقي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولذلك بارك الله فيكم في هذا الطرح علماؤنا الآن مجمعون على أن سوء الخلق دليل على ضعف الإيمان بحيث لا يتناسب أن أحد يزعم أن إيمان هذا يزداد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار أيضا بالله فالإيمان يمكن تغذيته فهو كأي كائن حي ولذلك السلوكات السلبية دليل على إيمان ضعيف لاحظ معي لاحظ معي تتبع معي المشاهد الكريم كم من حديث نبوي شريف يربط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين سلوكات معينة إيجابا أو صلبا لما يقول صلى الله عليه وسلم لم تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولم تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم لاحظ هذا الربط العضي بين الإيمان وبين سلوك أن يتبادل المسلمون التحية فيما بينهم لاحظ كيف أن الرسول صلى الله وسلم ينفي عن الناس انتسابه من الإسلام إذا قاموا بسلوكات معينة بل ويربط بعضها بأنها من مظاهر النفاق ولا يذب الله لما يقول لنا في حديث من الحديث الشريفة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني لا يتناسب أن تقع في هذه المبيقات وأنت تزعم لنفسك أنك مؤمن فكأنك قد نزعت هذا الإيمان عندما وقعت في هذا المبيقات الأصل في المؤمن أن يكون سلوكه قويما معبرا عن صدق إيمانه كما في علاقته مع الله أيضا في علاقته مع الخلق أجمعي جزيزة خيرا للشيخة ولكن بعض السلوكيات التي نراها في الكثير من الناس عندنا خاصة في رمضان يقول لك واحد الشيخة أني صايم فيبدأ بلك يقول كلام مش مليح الكثير من الناس لا يستطيع أن يحقق هذا الإيمان عمليا ونحن نرى الكثير من المشاكل الأسرية مثلا حالات الطلاق حالات الانتحار مشاكل نفسية مشاكل وجودية ما علاقة هذا بذلك شيخ علاقة الإيمان بالروح بالنفس بالمشاكل الاجتماعي التي نعانيها نحن خاصة نحن في الجزائر ونت تشوف الشيخ نسبة الطلاق في الجزائر رهيب جدا نعم بارك الله فيكم يعني الحديث عن هذه الجوانب أمر يتشعب لكن نشير إلى هذا الإيمان له ما يثبت صحته كما ذكرتم كما له ما يناقضه بحيث الأصله أنه لا يتناسب نجمع المؤمن بين المتناقضات من ذلك مثلا ما أشرنا إليه كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقسم بلايه ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن كل من قال من لا يؤمن أن جاره بوائقه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبلغ عن امرأة تصوم النهار تطوع تقوم ليلة تطوع ومنها تؤذي جيرانها بيليسانها فيقول berriesهي في نهار يبلغ عن امرأة قليلة صيام قليلة القيام لكن تحسن معاملة الجيران وتتصدق علم بالأثوار من الأقط أصدر رصوصا حكم الشريف بأنها من أهل الجنان جعلنا الله من أهلها فلذلك فنريد الوصول إلى أن التزام العملي بالإيمان لا يحل المشاكل الأسرية فقط ولكن يحل مشاكل الإنسانية ككل نعطي لذلك أمثلة في تاريخ البشرية وهذا الذي يخيف عداء الإسلام لما سجل التاريخ أن العرب كانوا من أكثر الناس تعلق بالخمور حتى أن بعضهم كان يصي أن يدفن قريبا من أشجارها تعلق بها لكن لما جاء القرآن الكريم وعتمد تلك المرحلية في تغيير المنازل الآية الأخيرة في تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريجس من عمل الشيطان في اجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبوضاء في الخمر والميسر ويصدكم عندك الله وعني الصلاة فهل أنتم انتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا يقول أبو موسى الأشعري قرأت هذه الآية على مجلس كان يتناول فيه الخمر لأنه الميحرم بعد بمجرد أن بلغتهم هذه الآية كان بعضهم تناول نصف الكأس فرمى بالنصف الآخر وقالوا انتهينا يا ربنا إن قيادا عمليا مباشرا لما نزلت آية الخمار تقول أمنا عائشة رحم الله نساء الأنصار عندما نزلت آية الخمار أصبحنا وكأنما على رؤوسهنا الغربان إذن هناك التزام عمليا مباشر بينما سجل التاريخ أن الولايات المتحدة بذلت جهدا جيدا من 1919 إلى 1934 لتنهي مشكلة الخمر واتسع ضائرته فعجزت كل عجز صخرت لذلك الصحف صخرت الإعلام صخرت كل شيء لكنها في نهاية مطاف فشلت لأن الأمر لا يتحقق من الداخل نحن عقيدتنا تغير الإنسان من داخله وهذا الذي ننصح به لنغري غيرنا بهذا الدين القويم الذي شرفنا الله به ومتنى به علينا جميل شيخنا ربما النهاية متصلة بالبداية نعم كيف تتصل النهاية بالبداية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل شيخنا تريد أن تقول من خلال هذه الفضفضة أن الإيمان لا يستطيع أن يكون إيمانا كاملا أن يرتقي هذا الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى فيتقبله إلا إذا ظهر جليا في سلوكاتنا في معاملتنا مع الناس والله عز وجل يوصينا بالتعامل مع الناس في القرآن الكريم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نحن نتمنى شيخنا أن نجسد هذه المعاني في حياتنا خاصة ونحن في رمضان شهر التوبة شهر القرآن شهر الإنابة شهر العودة لله عز وجل أن نسأل الله عز وجل أن يكمل هذا الإيمان بهذه السلوكات التي نريدها أن تكون كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه عز وجل شيخنا ربما الوقت انتهى ربما لو تختم لنا بدعاء شكرا الله وسعيكم وما رمضان إلا مدرسة لتغذية الإيمان وتقويته خاصة أنها تنمي الشعور بمعية الله عز وجل مع الإنسان على أمل أن يبقى ذلك سلوك مراسخ ثابتا في المؤمنين على مدار السنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهل إيمان صادق وعمل صالح نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسق والعصيان وأن يجعلنا من عباده الرشدين وأن يجعلنا مفاتيحة للخير مغالقة للشرق وأن يجعلنا هدات المهتدين غير ظلين ولا موظلين يجعلنا الله عز وجل مصددين متقبلين هدات المهتدين موفقين لما فيه خير الدنيا والدين إنه الوذلك هو القدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد إن لا إله إلا أنت نستغفر كله ونطب إليك سبحانه ربك 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 رسيطة عمسفون وسلام على المصالين والحمد لله بالحقال الله فيك شكرا الكريم جزاك الله وخيرا أثبت الله أجرك وأنتاج اعتمد من طاقة القبائل أسأل الله عز وجل أن يعطيك الصحة يعطيك لهنا إن شاء الله وسلامنا لأهل خراطة شيخ يحيا بارك الله فيكم أيها المشاهدون الأكارم انتهى وقت هذه الحلقة نلتقي في حلقة متجددة إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة